خليني كده أقول لو أنا برضو يعني أنا في المجتمع والأهائلي إزاي يقدر يعرف إنه ابنه عنده اللي ممكن ياخده في السكة دي أو فيه كده شواهد ممكن تحسسه إنه في حاجة غريبة بتحصل الدراسات العلمية دلوقتي بتتكلم على إيه؟ على للوقاية إن الأولاد ما ياخدوش مخدرات ومش بس المخدرات أي رسك بهيفير إنه ما يدخنش إنه ما يدخلش في علاقات جنسية مبكرة أو إنه يعمل أي تصرفات مثلا بيتكلموا على إيه؟ بيتكلموا إنه تحدث لأبناء يعني قرب منه اعرف سلوكه اعرف صحابه شاركوا الاهتمامات خليك موجود في حياته عشان من يتفاجئش إن الولد دخل بدأ يزوغ من المدرسة بدأ ياخد مخدرات فعنده سلوك السلوك ده ممكن يوديه للسكة دي بالضبط أنا سمعت يا دكتور حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي بيقلوها لو أنا مثلا حسيت إن ابني عنده مثلا حتى إدمان للشوكولات أخاف إدمان للقهوة يعني إدمان لأي شيء يعني فكرة إن أنا بقى مدمن لحاجة معينة دي برضو ممكن تؤديني للطريق ده؟ ده حقيقي لأن ده بينبقنا إن فيه شخصية إدمانية الشخصية الإدمانية أو الاعتمادية ممكن تدمن أي حاجة بالمناسبة الأولاد اللي بياخدوا مخدرات حنلاقي يعني حتى دلوقتي بيتكلموا أكتر على الإدمانات السلوكية أكتر من إدمان المخدرات زي دي نعم سلا دكتور يعني ممكن يبقى مدمن على المخدرات ممكن يبقى مدمن على البورن أو العلاقات الجنسية ممكن يبقى مدمن على الجيمينج مثلا عف أنا من البداية أشوف شخصية إبني ألقط الحاجات دي مبكرة ألقطها ألقطها أن يبقى أحاول أربي بشكل متوازن بيروح المدرسة عنده تمرين بيروح يصلي بيشارك في نشاط اجتماعي في العيلة بلاش أسيبه يتسحل قدام الموبايل كثير من الأهل أو الأسر بيدوا أولادهم الموبايل ويسبوه قدام الموبايل بيسبوه قدام السوشيال ميديا بالساعات الكثيرة لازم يتحدد لوقت محدد يستخدم فيه السمارتفون يتحدد لوقت محدد يتفرج على التلفزيون اللي هي تثبيت السلوك يعني أن أنا أبقى برضو بيثبت السلوك بتاعه يعني قد ما أقدر بيسموها الرقابة الوالدية أو المتابعة الوالدية عشان كده بيقولوا أحد أسباب الخطورة فقدان الرقابة أو المتابعة الوالدية أكون موجود في تفاصيله أتابع مراحل النمو بتاعته أعرف صحابه بيخرج إمتى وبيرجع إمتى شكل اللي هو بدأ الإدمان إيه اللي يقلقني زبول ما فيش قدرة يعني إديني برضو حاجات كده أقدر أنا أبع عندي القلق ده في مجموعة من العلامات بنقول عليها ويرنينج ساينز أو علامات خطورة واحد تغيير في السلوك كان لطيف وهادي وكيوت ابتدأ يعصب ينرفز من غير أي حاجة تاني حاجة تغيير مستمر في الأصدقاء كل شوية بقى في شلة جديدة في حياته تالت حاجة بدأ يبقى عدواني وعنيف وبيرد كده بعصبية رابح حاجة بدأ يبقى مثلا في شحوب في اللون بتاعه عينيه بتجيلي محمرة أو في شكل وكل مادة من المواد لها الشكل مميز أداءه مثلا عصبيته على أهله تجرؤه أحيانا عليهم الأداء الدراسي بتاعه بدل ما كان متفوق دلوقتي أصبح نمره بتقل لغاية ما أصبح دلوقتي ممكن يتعصر دراسيا ابتدأ مثلا دلوقتي يتأخر عن البيت ابتدأ يطلب فلوس زيادة ابتدأ أنه هو مثلا تصدر منه تصرفات ما كانتش متوقعة يعني إذن اللي هي العين اللي فيها متابعة يعني بلاش أقول رقابة لأني بتخنق الولاد لكن اللي فيها منتابعة بعين اسمها المتابعة الوالدية أكتر من الرقابة الوالدية ترجمة نانسي قنقر